توصل المفوضية تحضيراتها ليوم الاقتراع المحلي لتشخيص نقاط الخلل في أجهزتها الانتخابية وبينما يدور الحديث عن تأجيل الاستحقاق تؤكد الحكومة التزامها في الموعد المقرر للتصويت المحلية للمرة الثانية مفوضية الانتخابات تنجز عملية المحاكاة الانتخابية في 930 محطة انتخابية بعموم محافظات العراق هذه الخطوة تعتبرها المفوضية أساسية بتشخيص نقاط الخلل في أجهزتها الانتخابية إن وجدت أي إن إعلان الجاهزية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات يعتمد عليها بدرجة كبيرة محاكات الثانية ولا يزال لدينا محاكتين أخرى يعني محاكات اثنين أخرى هذه الغاية من هذه المحاكات الثانية هو التأكد من عمل أجهزة التحقق وأجهزة تسريع النتائج فضلا عن أن هذه المحاكات سوف يكون فيها إرسال للنتائج إلى سيرفرات المكتب الوطني فإذن فرقت المحاكات الثانية عن المحاكات الأولى بإرسال النتائج لسيرفرات المكتب الوطني من جانب اخر الحكومة تؤكد التزامها بموعد اقامة انتخابات مجالس المحافظات دون الحديث عن خيارات التأجيل التي تتحدث بها بعض الاطراف السياسية وهذا ما توضح في الدعم المقدم للمفوضية في كل مرحلة استعدادية تصل اليها هناك التزام ثابت وهذا ما تحدث به سيد رئيس وزراء ليس فقط للشعب العراقي وانما للعالم من خلال منصة الامن المتحدة هناك التزام في التوقيت الزمني للانتخابات واجراها وهناك قدرة للممارسات الامنية من خلال قواتنا المسلحة وقياة العمليات المشتركة واللجنة الامنية العليا المشرفة على الانتخابات التي يشرف عليها القادم العام للقوات المسلحة وكذلك المناخ الانتخابي الذي يعمل عليه سيد رئيس وزراء من خلال ادوات الحكومة العراقية وتعمل مفوضية الانتخابات ومن طريق عمليات المحاكاة التي تجريها إلى التأكد من دقة الأجهزة الانتخابية استعدادا لموعد إقامة انتخابات مجالس المحافظات الذي حددته الحكومة أحمد ليث بغداد قناة الرابعة